اشتركوا في القناة اكترح واضع تقرير الأمم المتحدة أنه بسبب احتواء الحشرات على كمية من البروتين مماثلة لتلك التي في اللحوم مع دهون أكثر صحية فإنها من الممكن أن تساعد في إبطاء وباء السمنة في جميع أنحاء العالم عام 2008 ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن من بين 1.4 مليار بالغ تتروح أعمارهم بين 20 وأكثر كان يعاني من زيادة الوزن حوالي 500 مليون شخص وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأطفال الصغار في الأسر المنخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل بشكل خاص هم عرضة لنقص التغذية والمخاطر الصحية التي تتماشى معها والحشرات يمكن أن تكون حلا جيدا فهي أرخص للتغذية والإنتاج إذا تم تربيتها على نطاق واسع الحشرات لا تجعلنا نمرض مثل اللحوم الحشرات الصالحة للأكل تشكل مخاطر منخفضة لإصابة البشر بالأمراض مثل فيروس H1N1 أو جنون البقر ومع ذلك فإنه من المعروف أن بكتيريا السلامونيلا يمكن العثور عليها في الذباب ولكن لا يوجد الكثير من الناس يأكلون الذباب أو يقترحون أن تكون بالقائمة توجد دراسة نجريت عام 2005 على كل من باتر وورم وهي يرقة شع استخدامها بغرض الصيد في أمريكا الجنوبية ويرقات الشمع وصراصير المنزل واستنتج أنه من غير المرجح أن تحمل تلك الحشرات بكتيريا السلامونيلا أو الاستيريا كأي نوع من اللحوم وتوصل أمم المتحدة تطبيق نوع من طرق طهي على الحشرات لقتل أي ميكروبات ربما تكون ضارة نحن بالفعل نأكل أجزاء من الحشرات سواء أحببنا ذلك أم لا ربما لن يعجبكم هذا الأمر كثيرا لكنها الحقيقة الشوكولاتة تحتوي على خمسين جزءا من الحشرات لكل مئة جرام وتحتوي زبدة لفول السوداني على ما يصل إلى ثلاثين جزءا من الحشرات لكل مئة جرام وقد تحتوي القرفة على ما يصل إلى أربعمائة جزء في الخمسين جراما بالإضافة إلى ذلك معلبات السبانخ وزبدة التفاح والبروكل المجمدة والعديد من الأطعمة الأخرى فوائد أكل الحشرات إن العديد من البلدان تأكل الحشرات لعدة أسباب من بينها أن الحشرات أرخصوا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من مزرعة من الماشية أو الحيوانات الأخرى وأيضا أكثر صحة حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والمعادن الهامة ويكثر فيها فيتامين بي 12 وتكون الدهون فيها أقل بكثير من تلك التي في اللحوم التقليدية وإليكم بعض الأمثلة 100 جرام من الصراصير تحتوي على 121 سعرة حرارية وحوالي 13 جراما من البروتيين و75 ميلي جراما من الحديد وحوالي 5 جرامات من الكربوهيدرات 100 جرام من النمل الأحمر تحتوي على حوالي 14 جراما من البروتيين وما يقارب 48 جراما من الكالسيوم والقليل جدا من الحديد طعم بعض الحشرات بالنسبة لطعم بعض الحشرات فالنحل لديه طعم غريب جدا والنمل حلو قليلا والجنادب تعتمد على نكهات توابل الطهي مثلها مثل الجراد يقول البعض إن النحل لديه نكهة كنكهة الفول السوداني أو اللوز والدبابير واليسرع ويرقات الشمع لديها نكهة جوز الصنهبر الخنفساء لها نكهة التفاح ديدان الصبار الحمراء طعمها حار أو لاذع إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ اشتركوا في القناة